بسم الله الرحمن الرحيم يا شعب سورية المجاهد الصابر لقد خرجتم في سبيل الله في سبيل حريتكم وكرامتكم وثرتم على مستعبديكم وقدمتم التضحيات الجسام من قلب الألم الكبير يولد الفرج العظيم ومن العسر يولد اليسر أيها السوريون أيها العرب أيها المسلمون أيها الناس أجمعون إنما جرى ويجري في سورية على مدى قرابة ست سنوات يجل على الوصف ويستعصي على التحليل والتفسير جريمة مستعلنة متمادية وحرب إبادة دينية ومذهبية وجرائم حرب تنتهك كل القيم والقوانين الدولية تشنها دول عظمى على شعب أعزل وتسكت عنها دول أعظم لقد أصبحت الحرب المفروضة على شعبنا والتي رعاها العالم ضد شعبنا المطالب بالحرية والكرامة وحقوقه الإنسانية مكشوفة مفضوحة ولقد عرت هذه الحرب كل المتسترين بالقانون الدولي والمتزاعمين لإعلانات حقوق الإنسان أيها المسلمون أيها العرب إن الحرب التي تشن اليوم على أهلكم في سوريا هي حرب تشن عليكم أنتم وسورية اليوم هي الخندق الأول الذي ما زال على مدى ست سنوات يدافع ويصاول ويرد ويمنع وإنه قد آنوا الله لأصحاب القرار في هذه الأمة وقادت الرأي والفكر فيها أن يدركوا طبيعة هذه المعركة وأبعادها وتداعياتها أنا لهم أن يعلنوا موقفا صريحا واضحا لا لبس فيه من الاحتلالين الروسي والإيراني لبلاد الشام من غير ممالأة ولا مداورة ولا مسكن للعصى من الوسط فلن يعد مقبولا من أحد أن يعلن إدانة الجريمة ويتجاهل المجرم روسيا كان هذا المجرم أو إيرانيا إن لأصحاب القرار في هذه الأمة وقادت الرأي فيها أن يتخذوا من المجرم بوتين ومن ملال طهران ومن مشروعهم الاحتلالي الصليبي الطائفي الكريه الموقف الذي يصد ويردع ويحسم الشر ويرد الحجر من حيث جاء أيها السوريون الأحرار جميعا لم تنطلق ثورة شعبنا من فراغ ولقد جمع بشار الأسد وأبوه على شعبنا على مدى نصف قرن القلة والذلة والاستبداد والفساد والمتاجرة بالأرض والعرض وبعد أن جمع بشار الأسد على شعبنا كلما سلف من أبيه قوى الاحتلال وباع سورية للروسي الصليبي الحاقد وللطائفي الناقم لم يبقى لسوريا حر شريف ذريعة إلى صمت ولا مساغ إلى الإخلاد إلى الأرض يا أهلنا المستضعفين على كل الأرض السورية أيها المشردون أيها الجرحة أيها الثكالة أيها الأرامل أيها الأيتام أيها المعذبون المنتشرون في القرى والأرياف وفي بطون الأودية وتحت الخيام أنتم تدفعون في هذه الحرب التي فرضها الأسدي والشيعي والروسي عليكم ثمن وجودكم وثمن إيمانكم وثمن هويتكم هذه الحرب المجنونة لم يسعى إليها ولم يسعر نارها غير المجرم بشار الأسد وحلفائه الروس والطائفيون المعركة المفروضة عليكم هي معركة وجودكم وكما أخرج الصهيوني إخوانكم الفلسطينيين من أرضهم ليحل محلهم فقد قرر الشيعي الصفوي اليوم أن يخرجكم من أرضكم ليحل محلكم أيها الحزان المكلومون اصبروا وصابروا واحتسبوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وستظلون بفضل الله ورحمته الأعلين وستنكشف الغمة وتنفرج الكربة وتعودون بفضل الله وإذنه إلى أرضكم ودياركم أعزة كراما أما أنتم أيها المجاهدون الأبطال الأحرار أيها الصابرون على القرح المدافعون عن أرضكم وعرضكم ومستقبل أبنائكم وعن ثغر أمتكم كل أمتكم لقد اخترتم طريق المؤمنين الصادقين من الرجال فالوحدة الوحدة الثبات الثبات الرباط الرباط إن وحدة قلوبكم قبل وحدة سلاحكم ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم لقد كان صمودكم في حلب صمودا أسطوريا وخروجكم منها خروجا مشرفا والحرب كر وفر والله يداول الأيام بين الناس ولن يتركم أعمالكم فاصدقوا الله ما عهدتم عليه وانصروه ينصركم إن جماعتنا جماعة الإخوان المسلمين في سوريا من قلب المحنة الممتدة على مدى أربعة عقود تؤكد للعالم أجمع ولكل العربي ولجميع السوريين أنها ماضية في طريقها باذلة وسعها في نصرة هذا الدين ونصرة هذا الشعب ونصرة هؤلاء المصدعفين أيها السوريون والمجاهدون معكم وبكم سننضي على طريق الجهاد طريق الحرية والعزة والكرامة حتى يفتح ربنا بالحق بيننا وبين من اعتدى وبغى علينا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويا عزيز والله أكبر ولله الحمد ترجمة نانسي قنقر